كيف تكتب أفضل الأوامر لتشات جي بي تي؟ مقال لخالد الأحمد كتبه هارون بوكي بصوت أحمد أحمد مرحبا بك وأنا أطالع بشغف نشرة أها لثمانية وأتنقل بين كلماتها الرشيقة معجبا حتى استوقفتني جملة رائعة الأفكار تقضي مدة أبدية وهي تطوف حولنا بانتظار الشريك المناسب لاحتوائها تساءلت وأنا أكمل قراءة النشرة كم من الأفكار التي طافت محلقة حولنا ثم غادرتنا للأبد لأننا لم نأبه لوجودها تذكرت حينها بداياتي على لينكتين وكم كنت سأخسر لو أني جلست مقعدا ولم أتشجع لاستياد فكرة البدء على لينكتين تأكدت حينها أن ما يحجب عنه كثيرا من الفرص والتجارب والأفكار المجنونة هو خوفنا الذي يصرخ ابقى في منطقة أمانك وعصفور باليد ولا عشر على الشجرة لا تتقدم للأمام فتكون محل سخرية الآخرين لكن النجاح حقا محجوب وراء خوف البدايات لا أظن أحدا لم يسمع بالشات جي بي تي فهو حديث العام والخاص وأشهر من حكايات جحة فبعد إطلاقه توالت روبوتات الدردشة في الظهور واتجهت الأعين إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التي صارت واقعا لا حلما بعيدا لا يتطلب الأمر غير جملة واحدة في صندوق الدردشة لتوجيه الأوامر إلى تشات جي بي تي لتبدأ في خوض حديث شيق لا ينتهي إلا بصفحات عديدة من إجاباته صحيح أن تشات جي بي تي ثرثار حين تسأله عن شيء ولكنه يحتاج إلى لغة دقيقة وكلمات واضحة ليفهم ما تبحث عنه ويعطيك إجابات صحيحة على عكس البشر الذين يقرؤون الملامح ويفهمون لغات الجسد ويمكنهم استنتاج المعنى من السياق وقراءة ما بين الأسطر والإحساس بحماسك وأنت تصرخ بطبقة صوت عالية أو تقطب جبينك حزنا ولكي تحصل على أدق الإجابات عليك أن تحادث تشات جي بي تي بأدق الألفاظ هذا ما نسميه هندسة الأوامر ما هي هندسة الأوامر؟ ببساطة شديدة هي المدخلات والأوامر التي تقدمها للشات جي بي تي تخبره فيها بما يجب عليك فعله أو ما تريد أن يجيبك عنه أو ما تحتاجه منه حيث تساعده هذه الأوامر في إنتاج مخرجات وإجابات دقيقة وذات صلة بما تبحث عنه كيف يمكنك تحسين هندسة الأوامر للحصول على أفضل الإجابات؟ أرأيت حين تصعد خشبة مسرح لتلقي خطاباً وتختار كلماته بعناية ليفهم السامع مرادك منها؟ كتابة الأوامر للشات جي بي تي فن ومهارة عليك إتقانها أيضاً فيما يلي أفضل الممارسات التي يجب اتباعها عند كتابة أوامر الشات جي بي تي كن واضحاً ومحدداً يجب أن يكون طلبك واضحاً ومحدداً بما يكفي لتحصل على الإجابة الدقيقة اختبر أوجهاً عديدة من الأوامر جرب نسخاً عديدة من الأوامر لمعرفة أي منها ينتج أفضل الإجابات من شات جي بي تي وجه الإجابات بإضافة تعليقات عندما يعطيك الشات جي بي تي رداً على تساؤلاتك قدم له ملاحظات حول جودة الإجابة وتفاصيلها ومدى ملاءمتها لما تبحث عنه تحديداً اطلب شرحاً خطوة بخطوة لنفترض أنك بحاجة إلى معلومات مفصلة يمكنك إذن كتابة أوامر وطلبات بطريقة توجه شات جي بي تي لتقديم إجابات تفصيلية ومتعمقة في الموضوع دليلك إلى هندسة أوامر شات جي بي تي فيما يلي قائمة بأمثلة لهندسة أوامر فعالة مكتوبة بدقة لتحصل بها على أفضل الإجابات من شات جي بي تي واحد النغمة حدد النغمة التي ترغب أن تلمسها في الإجابة على سبيل المثال رسمي، غير رسمي، إعلامي، مقنع اثنان التنسيق حدد التنسيق أو الهيكلة المناسبة على سبيل المثال، مقال، قائمة نقطية، مخطط تفصيلي، حوار ثلاثة، التصرف على نحو معين حدد دورا تريده على سبيل المثال، خبير، ناقد أربعة، الهدف حدد الهدف أو الغرض من الإجابة على سبيل المثال، إعلام، إقناع، ترفيه خمسة، السياق توفير معلومات أساسية أو بيانات لتوليد محتوى دقيق ستة، النطاق حدد نطاق الموضوع سبعة، الكلمات الرئيسية حدد الكلمات الرئيسية أو العبارات الهمة التي تريد تضمينها في الإجابة ثمانية، القيود والحدود قيد الإجابة وحددها بعدد الكلمات أو الأحرف مثلاً ترجمة نانسي قنقر